دور الإنجليزي هو أجنى دوري في العالم حتى على مستوى أوروبا هو رقم واحد في الدورات الخمسة الكبرى وفي دوريات يعني زي دور الفرنسي هو مش دوري بيسرف فلوس عشان نشتيه لعيبة باستثناء باريس سانجيري دور الفلاحين بيو عدد دور الفرنسي ودور الأسباني والدور الألماني باستثناء برضو ريان ميدو برشولنا هنا وباير مينيخ هنا هتلاقي كلهم ما بيسرفش احنا هنا مش مش مطالبين من احنا نشتيه لعيبة كبيرة جدا عشان نبقى دوري قوي احنا محتاجين نبقى مصدرين ولا محتاجين نبقى مستوردين لا احنا محتاجين ان احنا نبقى منظمين جيدين أولا احنا نفتقد القنظيم أولا ونفتقد الإداريات دي أساس معاها هتعلق الفنيات معاها هتعلق الفنيات لما تبقى مصابقة منتظمة لوائح معتمدة بشكل معمولة بشكل كويس وتطبق على كل الناس كل الناس بقى كل عناصر اللعبة من تحكيم من لعيبة من اداريين من جمهور من ملاعب من مدربين كل الحاجات دي قواعد احنا نفتقدها كله طبعا نفتقدها احنا نفتقدها احنا يعني العملية بتقل مع التطور يعني انت لما ترجع الورا هتلاقي الدوريات عندنا كان فيها زخم وكانت منتظمة وكانت أخوة طبعا فيه مسابقات زادت لكن محتاجة تنظيم أكتر محتاجة رولز محتاجة من ينفذ ما عندناش حد بينفذ طيبا فدي مشكلة احنا عشان نبقى مصدرين محتاجين قطاعات الناشئين عندنا يبقى فيها تطوير حالك ما قطيش القصة دي معه ده من ضمن التطوير انك انت تطور مسابقات الناشئين زمان كانت قوية جدا طبعا كانت دوريات قوية جدا انا فاكر يعني انت بتلاقي زمان كان فيه حاجات بتتعامل مش موجودة دلوقتي يعني الماتشاط العشرين سنة كان بتتعامل قبل الفرق الكبيرة في الملعب الفرق الكبير صح يعني قلت شوية بقت تتعامل تاني يوم اه انت واخد بالك كان الملاعب الملاعب سوية لاهل كان الملاعب مليانة وكان فيه جمهور للقطاعات صح وكان الاهلي بلعب في الزماني وزمانك بلعب في الاهلي وكانت الامور واضح فاكر كويس كنت واحدة زمانه وانا صغير الماتشاط الناشئين دي كنت بقى وابسوط بها جدا يعني طبعا وتدقى انت تقعد تكتشف وتقول اللعب دي هتبقى جمدة جدا لا طبعا فهي في النهاية نفتقد التنظيم نفتقد التنظيم وعمل مسابقات وعمل الانديه هتشتغل ترتب لها بشكل كويس لوائح وترتب لها مسابقات قوية هتطلع الناتج على طول هيبان لكن حتى بعد ظهور الأكاديميات الأكاديميات ليها علاج يعني الأكاديميات لازم تبقى تبقى على الاتحاد وبتدفع رسم اشتراك ويتعامل دوري الأكاديميات دوري الأكاديميات يبقى من بتاحت إشراف اتحاد الكورة كل الحاجات دي هل اتحاد الكورة له الحق انه يراكم مسلا قطاعات الناشئين في الانديهة بتشتغل ازاي الملاعب اللي بيشتغلوا بيها يعني تفاصيل كتير هل اتحاد الكورة يحط نظام ده هو اتحاد الكورة ابو وام اللعبة هو اللي بينظمها فتلقائي لازم هيكون مشرف على الدوريات دي يعني هو اللي يكون مشرف عليها وهو اللي مراقبها وهو اللي بيحسن كفائتها ويحسن ملعبها بشكل لا انا أقصد تفصيلنا يا كابتن دي على لا انا بس كتير قدر اخش مثلا نادي من الانديه اقول له والله بص انت الملاعب اللي بتلاعب عليها كطاعات الناشئين دي هي ملاعب لا تصلح فحرارك مثلا مثلا يعني مش هديك رخصة ما والله حضرتك جاي مدربين مش مؤهلين فوالله لا انت مش هينفعتها كل دا رقابة من الاتحاق هو دا دا اقصده اه طبعا ليه بقى اتحادي ليه اتحادي الكرة الحق انه يعمل كده طبعا ليه حق دا هو من من اصول شغله انه هو بيبعث القواعد اللي اشتغل بيها المدرب في السن المدرس الكور واللي اشتغل فيها المدرب في السن من 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 الخمستاشر لعشرين سنة هو المنوط المنوط بداه تطوير المدربين على الاندية انت اخذ بالك الاندية هي اللي بتطور المدربين الاتحادي يطور هقولك كل سهلة جدا ان الاتحادي يطور المدربين يعني لو جاب محاضر كل شهر وبعت الشهر دا للتوانتاشر نادي بتوع الممتاز ابعتلي مدرب وياخد رسم ياخد رسم عشان بس هيقولك ما عندناش فلوس والحكاية والمدرب لما هيصدق لا يبعت للاندية اجباري تبعتلي مدرب من عندك يحضر المحاضرات لمدة اسبعين او ثلاثة اسابيع الاتحادي دا اللي لما تقوله عايز محاضر هيبعتلك كلك ببلاش هيبقى تكلفها تبعت انت بتكلفتك اقامة بس لا ومعليش شكرا تنديا لو مثلا انا ارسن فينجر انت كمان بتوصل لمرحلة في بقى محاضرين للقطاعات للبراعم في محاضر للمدربين الناشئين من سن كذا لسن كذا النادي الاهلي عملها معنا واحنا في القطاع عملها كتير يعني انت اوخذ بالك بس كان بقى ملا مدربين نادي انت عايز بقى تطور من ضمن شغلك انك بتطور المنتخبات بتطور المدربين عشان يبقى عندك مدربين للمنتخبات وعندك لعيبة كمان تطلع بقى وعندك لعيبة طالعة واخدى الشغلانة صحة لكن احنا عندنا المدرب مظلوم لانه القطاع كبر في مدربين كتير جدا وتأهلهم ضعيف جدا 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 فده بيأثر رد فعله على التدريب في الولاة المدربين كتيروا دي حاجة فنطلع اسهل حاجة نقول ايه المواهب قلت اه دي وباقتصار اه المواهب قلت خلص بقى انت بقى المواهب اصري المواهب قلت ونوع النعاية كلنا وخلاص ونقلت في البرنامج وخلاص المواهب طب مواهب مين حضرتك اللعيبة بس ولا اللعيبة والمدربين اه طب ليه عشان حضرتك متطورش المدربين لازم متطور دايما كابتو دايما حدش الكلمة عن المدربين فعلا يعني دايما اللعيبة اللي مش كويس طبعا لا اسهل حاجة تقول اصري ما فيش مواهب اه اسهل حاجة اه وهو اللعيبة مظلومة طب هل ما بقاش فيه مواهب كمان في المدربين اه طبعا ما بقاش فيه اه انا بقولك هم مظلومين اه لو في واحد بيملك القدرة وبيكتهد وبيكافح مع نفسه مش هيبقى على خمسين واحد بخمسين واحد لما ادروش لكن هي العملية سهلة العملية سهلة اه انك زي ما انا بقولك كل شهر تجيب من المدربين الدرجة التانية وتجيب من المدربين الناشئين في الاندية سهلة جدا تبقى خلية شغلة شغلة درجة دربين يا كابتن ضيقى في مصر وانا كنت قاد معاهم قبل كده والله يقولك انا مش محضرات وانا اكون محضرات ليه ما انا بشتغل واندي فرقة وبتضرب اه دا يخلص على اللعيب على طول ويخلص على نفسه صح طبعا لأ هيفضل بيجري في مكانه اه مش هيتقى حتى مش هيجري لو يعني هيمشي في مكانه اه هيبدل واقف في مكانه لأ مفيش حاجة اسمها مفيش حد ما بيتطورش اه ما يبقى شباب الكابتن جوهري كان مدير فني الاتحاد كنت ساعتها في عندي شهر في قتلت كوماندريد معايشة الكابتن جوهري وهو مدير فني الاتحاد الله يرحمه في ذكرها يعني قالها دي تجيب لي نظام المسابقات وتجيب لي اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا كابتن جوهري ما يلاكش بقى انا كينا كابتن جوهري يعني فانا مش محتاجة اي حاجة يعني عايز اقولك انه التطور والكلام بتاع المدربين وحتلاقي حاجات ما تعرفهاش مليون في المية هتلاقي حاجات وتشوف مدربين كبار جوهري ديولا نفسه يقولك انا بروح لي بلس عادي بالزبط المناقشات بتاعة المدربين دي بيتعلم ده بيتعلم من ده وده بياخد من ده وده بيتعلم من ده وده بيتعلم من ده فما اوقع توقف وتقول لا انا بحضرش محاضرات وبحضرش مش عارف ايه كلام ده كلام يأخر واحنا متأخرين